أكد تقارير أعلمية إسرائيلية أن مجموعة من الضباط والمسؤولين الكبار في الجيش تقدموا باستقالات جماعية احتجاجاً على سير الأمور العملياتية جاء ذلك في أعقاب نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلاً صوتياً لمحتجزين في غزة قبل لحظات من مقتلهما على أيدي جنود الاحتلال عن طريق الخطأ احتجاجاً على سير الأمور العملياتية في الحرب على غزة كشفت تقارير إسرائيلية أن مجموعة من الضباط والمسؤولين الكبار في وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلية قدمت استقالتها وقالت إن من بين المستقلين الرجل الثاني في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلية دانيال هاجاري كما ستترك رئيسة دائرة الاتصالات في الوحدة وظيفتها بحسب التقارير موجة الاستقالات تأتي في أعقاب نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلاً صوتياً لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة قبل لحظات من مقتلهما على أيدي جنود الجيش الإسرائيلية عن طريق الخطأ وهي تعكس الاضطرابة بقسم المعلومات الذي يديره الناطق العسكري دانيال هاجاري كما تأتي في غمرة خلافات داخل إسرائيل تتعمق بشكل كبير بعد إطالة أمد العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة الذي اقترب من شهره السادس فمع تخبط مجلس الحرب وفشله في تحقيق أهداف العدوان التي أعلنها سابقاً ومن بينها القضاء على حماس واستعادة الرهائن بدأ المجتمع الإسرائيلي يظهر غضبه خاصة مع زيادة حجم الخسائر في الأفراد والعتاد وتراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يواجه انتقادات متصاعدة في الداخل تزامنت مع استطلاع للرأي أظهر تراجعاً في شعبيته وتفضيلاً لاستبعاده من رئاسة الوزراء الأمر الذي جعل بعض السياسيين يطالبون باستبعاده فوراً فعلى سبيل المثال رئيس حزب إسرائيل بتناء المتطرف إفكدور لبريمان قال إن الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى نهايتها داعياً لانتخابات مبكرة لأول مرة معتبراً أن الإطاحة بنتنياهو بمثابة مكافأة للشعب لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط فقد بدأ الوزير بمجلس الحرب بين جانيتس رئيس حزب معسكر الدولة زيارة للولايات المتحدة خلافاً لموقف رئيس الوزراء مع دفع الأخير لتوجيه سفير تل أبي في واشنطن بعدم مرافقة جانيتس في لقاءاته المرتقبة مع مسؤول الإدارة الأمريكية ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية على خلفية إخفاق حكومته بالتنبؤ المسبق بأحداث السابع من أكتوبر الماضي وتعاطيه مع قضية المحتجزين في القطاع مع جعل نتنياهو غاضباً أكثر من مرة وقال إن إسرائيل تخوض حرباً وجودية مشدداً على ضرورة الوحدة ومعلن أن القضاء على حركة حماس وشل قدراتها العسكرية وإعادة المحتجزين هو ما يجب أن تكتمع عليه إسرائيل ولم تمر أيام حتى بدأ مجلس الحرب في التصدع مع السمرار العدوان وعدم تحقيق أي من أهدافه